اشتركوا في القناة 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 وبدن وتاج العمود بتاعي بيتكون من قعدة وبدن وتاج والكرسي ده اللي هو الكرسي اللي هو بيشيل العمود بتاعي فانا كان مخرجات التعلم بتاعتي اللي هم مكونات العمود الدراز التسكاني هنيجي بعد كده في حاجة اسمها متطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة انا عشان ادرس الوحدة دي لازم يبقى عندي متطلبات سابقة او عندي مهارات انا اكتسبتها من وحدات قبل كده سابقة اكون اكتستها فبالتالي اعرف انافذ الوحدة دي فانا كان اول من متطلبات الوحدة دي كانت وحدة السلامة والصحة المعانية اللي انا بعرف فيها ازاي استخدم مهمات السلامة بتاعتي لكل تمرين بقوم به ازاي بحدد المخاطر اللي ممكن اتعرض لها وازاي بتلافق هذه المخاطر بعد ما بحددها طالما انا حددت المخاطر فبالتالي هعرف ايه اللي ممكن اتعرض له فبالتالي اتلافها. بعد كده عندنا في وكان فيه وحدة خاصة بالخامات والمعدات والادوات والتشيبات. اه ان احنا بعرف الخامات اللي انا هستخدمها والمعدات بتاعتي وادواتي ازاي بعمل لها سيونة يعني انا بعرف الخامات اللي داخلها في تنفيز الوحدة بتاعتي او داخلها في مخراجات التعلم بتاعتي. بعرف احدد ايه العدد اللي هستخدمها. لان انا عندي ده شغل زخروفي او شغل جبس هيختلف العدد بتاعته عن بياد التخشين او اي شغل تاني في مادة التشتبات او تخصص التشتبات فبالتالي انا بحدد العدد اللي انا هستخدمها في التمرين بتاعي لو انا هستخدم خشب مثلا وانا بنفذ الفرمة فبالتالي هستخدم مناشير خاصة بالخشب ومبارد خاصة بالخشب هستخدم الصاج فبالتالي هستخدم مبارد خاصة بمبارد حدادي هتستخدم في الصاج وفي نفس الوقت هستخدم مقاصسة مكري اللي هقص به الصواج بتاعي. يبقى انا بحدد العدد اللي انا هستخدمها بناء عن التمرين اللي انا هنفزه او الخامة اللي انا هشتغل بيها. بعد كده بحدد الخامات بتاعتي اللي انا هشتغل بيها وكمياتها. يعني انا هحتاج مسلا في الفرما دي هحتاج قطعة من الصواج. بعرف مقاسات القطاع بتاعتي. مسلا لو مقاسة القطاع بتاع الحلية بتاعتي عشرة في عشرة فانا بجيب صاجة اكبر شوية بتبقى خمس شار في خمستاشر يبقى انا هحتاج سواجة خمستاشر في خمستاشر لتنفيذ التمرين دوت والخشبة اللي هيركب عليها هتبقى اكتاحها اكبر فبالتالي ببدأ بناء على الرسومات بتاعتي بحدد الخمات بتاعتي ومقاساتها وكمياتها. عندنا بعد كده في وحدة اسمها وحدة بياض الجبس والحليات. دي الوحدة ديت لازم اكون ملمة بيها عشان انفز الوحدة الخاصة ببياض الطراز التسكاني او الوحدة الخاصة بتنفيذ الطراز التسكاني لان انا معظم الحليات اللي دخلة في الطراز التسكاني عبارة عن حليات وتشكيل من الجبس وبتتجمع مع بعضيها وتديني الشكل بتاع المطلوب بتاعي اللي هو شكل الطراز التسكاني في النهاية الشكل النهائي. فبالتالي لازم اكون ملمة بالوحدة ديت وازاي بنفز الحليات بتاعتي وازاي بعمل الفرم الخاصة بتشكيل هذه الحليات. عندي بعد كده معايير اداء لمخرج التعلم رقم تلاتة اللي هو تنفيذ بدن العمود التسكاني. انا دلوقتي هنفز البدن دلوقتي فانا بالتالي عندي معايير اداء لتنفيذ هذا المخرج. عندنا اول معايير اداء زي ما اتفقنا قبل كده ان انا اتباع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية. ان انا احدد ايه هو المطلوب عشان تنفيذ المهمة ديت. ايه المطلوب مني ان انا استخدمه من مهمات السلامة والصحة المهنية. لو انا هاستقف على سقالة في التجميع في اسناه تجميع التراث تسكاني. فلازم بيبن معي حزام امان داخل المهمات بتاعتي. لو انا واقف على الارض فانا مش هحتاج حزام الامان. وهستخدم بس السفتي بتاع اللي بيحمي القدمين. اللي هو الحزاء الواقي. وبستخدم الكلافز او الجوانتي اللي هو بيحميني بيحمي ايدي. وهستخدم الخوزة عشان بتحمي الرأس. والبلتو او الافرول اللي هيحمي ملابسي وانا شغال. لان انا بشتغل بجبس فانا مش محتاج اه حاجة خاصة. لو لانا مش هستغل مهمات كموية فانا البلتو بس عشان يحمي الملابس بتاعتي من الجبس او الخامة اللي بشتغل بيها او الزيت اللي هو اللي بستخدمه للعزل. تاني حاجة بعد كده تجهيز العدد والادوات والخامات اللازمة. طبعا انا بشوف التمرين بتاعي ايه? وبجهز له العدد بتاعته. زي ما قلنا قبل كده ان انا الخشب بجهز له العدد الخاصة بالخشب. الصاج بجهز له العدد الخاصة بالصاج. الشغل الجبس برضو ليه عدد خاصة بي? يعني مسلا انا برفع بقلب الجبس بقلبه بالمصارين. بسويه بوسطة مقشطة. فانا بجهز العدد بشوف العدد اللي انا هستخدمه في التمرين بتاعي وبجهزها. والخامات برضو نفس القصة بجهز الخامات بتاعتي. بعد كده التالت معايير اداء اللي هو تجهيز الفرم الخاصة الخاصة بتشكيل بدن العمود للطراز التسكاني. طبعا انا العمود البدن ده بيعبارة عن مجموعة من الحليات او مجموعة من الاشكال او الاحجام باحجام مختلفة بجمعها مع بعض بتديني البدن دوت. فكل جزء ليه فرما خاصة بيه. فانا بجهز الفرم ديت بجمعها مع بعض وبشكل بيها الاجزاء الخاصة بيها وبجمعها مع بعض بتديني البدن بتاع التراز التسكاني. زي ما قلنا المعايير اداء الرابع بيعولوها تشكيل وتجميع بدن التراز التسكاني. بعد ما عملت جهز الفرم بتاعتي بابدأ اشكل بيها الفرم وبابدأ اجمعها في مكانها علشان ينتج بعد كده البدن الخاص بالتراز التسكاني. اول حاجة زي ما قلنا اللي هو المعايير السلامة موسيحها المعانية زي ما انا شايفين الخوزة والافرول والكفازات والحزاء طبعا اللي عارفين استخدامة كل حاجة الخوزة بتحمل رأس الافرول عشان يحمي الملابس بتاعتي ويحمي جسمي من اي اصابات الكفازات عشان بتحمي يدين الحزاء او السفتي الواقي للقدمين بيحمي القدمين من تعرضها للاصابة. هنيجي بعد كده تجهيز العدد والادوات المستخدمة. فانا عندي اول عدة اللي هو المقص السمكري او مقص الصاج وده بيستخدمه في التشكيل الصاج او التشكيل الحالية على الورنيك الصاج بتاعي ان انا بقص وافرق به المكان الحالية بتاعتي عشان يديني شكل الكطاع بتاع الحالية اللي انا هشكل به بعد كده. في عندي بعد كده اه ده اسمها المقشاطة والمقشاطة دي بيستخدمها في تسوية الجبس بتاعي وبنضف فيها الادوات بتاعتي وانا شغال وبستخدمها في التجميع برضو فهي ادى مهمة باستخدمها في الشغل الزخرفي او الحاليات الزخرفية. عندي اه العدة التالتة عبارة عن المنشار الخشابي وده باستخدمه في قطع الاخشاب وباستخدمه في عمل الفرم الخاصة بتشكيل الحاليات بتاعتي وبقطع به الاخشاب بتاعتي بالمقاسات اللي انا عايزها وبفرغ قطعات الاخشاب بواسطة المنشار. عندي بعد كده من العدد المبارد عندي المبارد بتختلف من انواعها المختلفة. عندي المبرد النصف دايرة والمبرد المتلوت والمبرد المبطط والمبرد الدائري والمبرد ديل الفار دي بستخدمها كل حاجة بستخدمها في حاجة معينة في تشكيل الحالية بتاعتي ودي المبارد الحدادي. عندي المبرد الخشابي اللي باستخدمه في برضو تسوية الاخشاب بعد ما فرغتها بعد ما فرغت الكطاع بتاعي بالمنشار ببدأ استخدم المبارد الخشابي في تسويتها والصاج كذلك بعد ما فرغت الكطاع بتاعي بواسطة مؤسس سمكري ببدأ آآ آساوي ناتج القص ده بالمبارد الحدادي باشكالها المختلفة يعني انا بعمل جزء دائري يبقى انا هستخدم اللي هو نصف دائرة لو هعمل حاجة آآ جزء مدور فهستخدم آآ مبرد ديل الفار او المبروم آآ بستخدم جزء عيدل فهستخدم المبرد المبطط فدي استخدامات المبارد بتاعتي في الوحدة دي هنيجي بعد كده المتر الكياس ده اللي باستخدمه في آآ اخذ المقاسات بتاعتي وتنفيذها بناء عن اللوحات والرسومات الهندسية بالمقاسات الخاصة المطلوبة عشان تنفيذ المهمة بتاعتي هنيجي بعد كده ده مسترين الضفرة وده باستخدمه في التقليب زي ما قلنا قبل كده باستخدمه في تقليب بتاع الجبس او تقليب الخماد بتاعتي عشان آآ وبشيل به الجبس من الشكارة وفتضيف القصع وابدأ اقلب به عشان ما مقلبش بايدي فبالتالي ممكن يحصل اصابة لايدي فالمسترين ده مهم جدا في استخدامه في بتنفيذ البدن بتاع التراز التسكاني هنيجي بعد كده الميزان المية الميزان المية ده باستخدمه طبعا في الضبط الرأسي والقفكي وانا بسبت القعدة بتاعت التراز التسكاني او البدن نفسه بزبطه رأسي وقفكي عشان يبقى مظبوط ويكون محطوط في مكانه مظبوط ما يكونش ميل او فيه مشكلة في في المنظر الجمالي بعد كده يعني انا لو ثبته ميل فالشكل بتاعه يبقى باين او ملموع فمش يبقى شكل جمالي انا في الوقت اعمل التراز التسكاني ده عشان يديني منظر معماري جميل فبالتالي لازم يطلع بمقياسات ونسب ويكون مظبوط في مكانه عشان يديني المنظر المطلوب او المنظر المعمالي جميل هنيجي بعد كده دي زاوية زاوية حديد الزاوية دي زاوية قايمة وفيها زاوية خمسة واربعين بقطع بيها الخشب بتاعي بعلم عليه عشان اقطع على زاوية قايمة لو انا هقطع الخشب على زاوية قايمة لو انا عايز اقطع على زاوية خمسة واربعين بقطع بيها على زاوية خمسة واربعين الزاوية برضو بستخدمها في تقطيع الحليات بتاعتي الجبس لما اجي هجمعها لو انا هعمل مربع من الحلية بتاعتي زي الاعداء او التاج بستخدم الزاوية ديت عشان اجمع بيها الحليات بتاعتي هنيجي بعد كده دي الفرر الفرر دي عبارة عن اداء باستخدمها في الحفر والتشكيل والتجميع وباستخدمها في الشغل الزخروفي كتير. طبعا زي ما نشايفين فيه من اشكال مختلفة واحجام مختلفة. ودي كل واحدة وليها وظيفة وبتقوم بدور معين اسناء تنفيذ التمرين. هنيجل بعد كده بجهز زي بعد ما جهزت العدب بتاعتي هبدأ اجهز الخامات اللي انا هستخدمها. ايه الخامات اللي انا هستخدمها في تمرين زي دوت. انا عندي التمرين عبارة عن بدن التراز التسكاني. فايه الخامات اللي هستخدمها? هستخدم جبس المصيص. وهستخدم الخشب عشان اعمل الفرما الخاصة بتشكيل الحليات. وهستخدم الصاج عشان الصاج اشكل به الفرم بتاعتي وداخل في الفرما بتاعتي. وهستخدم الكتان عشان استخدمه في التسليح الجبس عشان بيديله صلابة او هستخدمه في التجميع الاجزاء مع بعض عشان هو بيبقى عبارة عن مادة ربطة. الكتان ده بعمره في الجبس. وبعمل ربط بين الاعدة والبدن او التاج والبدن. فبالتالي بيدي تماسك بينهم الاتنين. بيبقى صعب ان هما يتفكوا من بعض بعد كده. والكتان انا بستخدمه للتسليح. زي ما ثابت حديد التسليح في الخرصانة. يعني الكتان ده بيبقى دعامات كده بتساعد على تلاصق الاجزاء في بعضيها. وفي نفس الوقت بيقوم اجهاد الشد على التمرين بتاعي. فهنيجي للخامات بتاعتنا عندنا الجبس المصيص. وزي ما قلنا قبل كده ده بستخدمه في معظم شغل الحليات بالجبس او الحليات الزخرفية. بعد كده عندي الزيت او الصابون. الزيت او الصابون ده بستخدمه كمادة عزلة. لان انا التمرين بتاعي او الحلية بتاعتي على التسجة. بدهن التسجة بتاعتي بالمادة العزلة ديت. عشان بعد كده اعرف افك التمرين بتاعي. لان انا هسبتو في مكان تاني. انا بس بستخدم التسجة عشان انفز التمرين. بعد كده بسبتو في مكان تاني. فالزيت والصابون ده عشان ما يلزقش في التسجة بتاعتي. فدي مادة عزلة بستخدمها عشان اخد اعرف افك التمرين بتاعي واسبتو في مكانه. بعد كده الخشب زي ما قلنا قبل كده الخشب باستخدمه في عمل الفرم الفرم اللي انا باستخدمها في التشكيل بعد كده الصاج برضو باستخدمه في الفرم بتاعة التشكيل والكتان زي ما قلنا سابقا ان هو باستخدمه للتسليح وعملية ربط بين الاجزاء وبعضها. هنيجل بعد كده تنفيذ كرسي التراز التسكاني او البدن بعد كده البدن التراز التسكاني عبارة عن شكل استوان الجزء السفل منه عدل ويمثل تلت الارتفاع والباقي مسلوب زي ما احنا شايفين هنا في الرسم البدن بتاعي اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي هو القعدة بتاعة التراز التسكاني وبعد كده الجزء اللي هو اللي بعد كده ده اللي هو السادة ده ده عبارة عن البدن بتاعي فانا عندي التلت الاولاني من تحت ده عدل وبيتشكل بفرما خاصة به والتلتين التانيين بمسلوبين فيهم تلات سلبات وانا بعمل لكل سلبة عبارة عن صاجة بسبتها على التسجة وببدأ احط بين كل صاجة وصاجة رمل منادي وبالتالي بشكل جل جزء على حادة ده بيبقى الناتج بتاعي في النهاية بيبقى نتيجة تجميع الاعدة مع التاج مع البدن بتاع العمود التسكاني هنيجي بقى للتنفيذ ازاي بنفذ كل جزء على حادة اولا الجزء العدل بيتم التشكيل بواسطة فرما خشبية بطريقة الكرانيش المستقيمة وده شكل الفرما زي ما انتم شايفين كده انا بعمل الفرما بتاعتي بتبقى مكونة من الصاج ده عبارة عن ارنيك من الصاج اللي هو اللي هو حوالين الفرما ده بعد كده ارنيك ده بيركب على اه حصان الفرما اللي هو من الخشب اللي هو حوالين الصاج وبسبته بمصامير على الارنيك الخشب وده بيبقى نفس كتر الجزء العدل بتاعي يعني انا لو كتر بتاع العمود بتاعي اربعين سنتي يبقى انا المسافة دي اربعين سنتي اللي هو كتر بتاع العمود بتاعي وده بيديني الفرما دي وانا بشكلها على التسجد طبعا زي ما انتم شايفين كده بدنزيت الاول في مكان الفرما بتاعتي هنا عشان اعزل وبحط رمل منادي الرمل دوت عبارة عن رمل مبلول بحطه الاول عشان يقلل لي السمك الجبس ده عندنا سمك الجبس اهون ده السمك بتاع الجبس بيكون مسلا اتنين سنتي تقريبا عشان ما استقلقش خامة كتير وفي نفس الوقت الفراغ ده باستخدمه بعد كده في التجميع لان ده بيديني نص الجزء العدل بتاع العمود فانا بشكل نص تاني وبجمعهم مع بعض عشان يديني عمود كامل مدور بعد كده بعمل حاجة على على اسمها الزحافة اللي هي الكتعة الخشب العمودية على حصان الفرما الزحافة دي هي بتكون بتتجمع بزاوية خمت تسعين درجة مع الحصان الفرما ودي بجمع بجمع بوسطة الزاوية القائمة اللي احنا شفناها في العدد اللي بنجهزها وبعد كده عندي شكال الشكال ده عبارة عن قطعة من الخشب بتثبت لي الاتنين مع بعض عشان تحفظ الزاوية القائمة دي يعني تخلي لي الزاوية دي على طول تسعين درجة ما تتغيرش تبدل سبتة تسعين درجة بعد ما بعمل الفرما بتاعت دي ببدأ اسبت اده على التسجة وببدأ اشكل الشغل بتاعي وبمشي الفرما بحط العجين الجبس بتاعي بعد ما حطيت الرمل بتاعي وسبت مسافة اتنين سنتي عشان سمك الجبس ببدأ اعجن جبس المسيز بتاعي وببدأ احطه بالتدريج على الرمل دوت ومشي الفرما دي في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الصاجة ده يعني بمشيها في اتجاه واحد ما برجعهاش تاني. هو اتجاه واحد اللي هو اتجاه الصاجة. عشان هي الصاجة هي اللي بتشكل. لكن الخشب مش بيشكل معاه. او الخشب لو انا رجعت بها هتديني سطح خشن. لكن انا بمشيها في اتجاه الصاجة. عشان تديني شكل املس او تديني السطح في النهاية ناعم واملس. وبالتالي يطلع الشكل مزبوط. بعد كده ازاي بنفذ الجزء المسلوب بتاع بدن التراز التسكاني. انا اقوم بتنفيذ صاجة دي نصف دائرية بكتر كل سلبة وتثبيتها على التسجيع. زي ما احنا قلنا احنا عندي تلت سلبات. يبقى انا هعمل تلت حتة من الصاج لكل سلبة. يعني انا عندي البدن ده مسلوب. يعني انا مثلا هنفرض مثلا وهو من عند الاعداء اللي هو جزء العيدل اربعين سنتي. فانا عندي اول صاجة من من كتر المسلوب اللي هي تتجمع مع الاربعين دي اربعين. بعد كده في سلبتين تاني. بعمل اللي بعدها بتبقى مثلا خمس سلاتين واللي بعدها تلاتين على اساس الديني اللي هو الكتر من عند التاج بقى بيبقى السلبة التالتة بيبقى تلاتين سنتي تقريبا. يبقى انا عندي من ال condu البدن بتاع مش هم مسلوب بيبقى معنا عند القعدة اللي هو اتنين معدل او اربعة وعشرين جزء ومن فوق بتبقى عشرين جزء زي ما قلناها بالسانتي قبل كده الي هي اربعين سنتي من تحت من عند الاعداء وبيبقى تلاتين سنتي من عند التاج فانا بعمل الصاجة ديت لكل سلبة او كل كتر سلبة وبثبتها على التازل بعد كده بنكون بوضع رمل منادي بالمياه زي ما قلنا زي ما شكلت الجزء العدل بحط برضه عشان اقلل سمك الجبس بتاعي انا بحط رمل منادي بين كل صاجة وصاجة وببدأ احط الرمل دوت وبسيب سمك اتنين سنتي اللي هو سمك الجبس عشان اقلل سمك الجبس وزي ما قلنا قبل كده ان هو بيساعدني بعد كده في تجمية النصين مع بعض لما بمفرغ من جوة ببدأ اثبتهم اجمعهم مع بعض بوسطة الكتان المغمور بالجبس وبالتالي بيديني تماسك للنصين وفي نفس الوقت ممكن املى من جوة بمونة عشان يخليلي العمود كله النصين كعمود واحد وجسم واحد ما يفصلش بعد كده من بعض بعد كده تلاتة انا اكون بصبع جيب من الجبس المسيس بين كل صاجة واخرى وتصويت السطح بوسط السلخة السلخة دي عبارة عن اداة زي البقشاطة كده بس بتبقى الطول مثلا طويلة شوية متر على اساس ان هي تمشي على كل صاجة في التشكيل زي ما هنشوفها في الرسومات بعد كده وتكررها زيان عملية حتى يتم التشكيل والحصول على نصف البدن زي ما احنا شايفين اعداد جزء المسلوب بتاعي انا عندي اه التلات سلبات ادي سلبة اتنين تلاتة الاولانية دي تعتبر بعد التشكيل بعد ما تشكلت خالص فانا عندي الصاجة الاولانية اللي هي اربعين سنتا هي اللي هي بتاعت الجزء العدل وبعد كده عندي سلبة صاجة اصغر منها شوية وبعدين صاجة اصغر منها في الكتر والغاية ما اوصل في النهاية في التاج عندي بيبقى الكتر عندي عشرين جزء انا طبعا عندي زي ما شرحنا قبل كده في الحلقات السابقة ان انا اتراز تسكاني بشتغل بالمعدل والجزء يعني انا عندي المقساب بتاعته بتبقى بالمعدل والجزء ما بتبقاش بالسانتي وانا بحولها بعمل مسترة بتحولها للسانتي والاجزاء دي بحولها للسانتي زي ما شفنا قبل كده في الحلقات السابقة هنيجي بعد كده تنفيذ بدن العمود للطراز تسكاني بعد ما عملت انا البدن بتاعي وعملت الجزء العدل العدل من البدن وعملت الجزء المسلوب اللي هو عبارة عن 3 قطع بجمعهم مع بعض وببدأ اعمل عليهم قالب حاجة اسمها قالب عكسي القالب العكسي ده ان انا بصب على البدن دوت قالب عشان يديني نسخة تانية مكررة من البدن دوت عشان بعد كده انا هجمعهم مع بعض يديني عمود كامل لانا دلوقتي اللي شكلته عبارة عن نسخة لنصف عمود لنصف عمود مش عمود كامل فانا نصف العمود ده عشان ما اعملش كل الخطوات السابقة دي ان انا اشكل جزء العدل لوحده واشكل كل سلبة لوحدها لأ انا بعد ما بجمع بشكل الاجزاء ديت بجمعهم مع بعض وبعمل عليهم بتبقى نسخة واحدة النسخة لنصف عمود بعمل عليها قالب عكسي عشان بعد كده القالب العكسي ده احصل على نسخ من البدن دوت او نص البدن ده وبالتالي تبقى بعد كده سهل يعني البدن القالب ده هاجي هاجي الجبس على طول وروح صابب جواه فهيديني نصف البدن كامل الجزء العدل والجزء المسلوب ولما جمعهم مع بعض بيتدوني العمود كامل فهنيجل بعد كده ده شكل القالب بتاعي ان انا انا دلوقتي عند النسخة هيت موجودة هي متسبت على التسجة وجواه الرمل المنادي وبعد كده ده سمك الجبس زي ما احنا شايفين ده الرمل اهون ده الرمل المنادي وبعد كده ده سمك الجبس اللي هو اتنين صمتي تقريبا بعمل حاجة اسمها جنبين دي بتبقى اسمها افخاد افخاد للالب بتاعي وده بيت الالب اللي هو بيجمع الافخاد ده ده انا بصبه بمونة مكونة من اسمانت والجبس عشان يختلف لونها عن النسخة الاساسية النسخة الاساسية بتبقى بيضة وده بتبقى الجبس بشعره بشوية اسمنت عشان يغير للون بس يا بقى انا بستخدم الاسمنت عشان يغير اللون وفي نفس الوقت بيدي لي صلابة للالب بتاعي عشان اعرف استخدمه صب نسخ متعددة ويديني عمر اطول للقالب لان الجبس لوحده بيبهاش ومش هيستحمل ان انا استخدمه وافكه كذا مرة للقالب بعد كده انا بعد ما عملت القالب ده بعد بفكه من على النسخة بتاعتي وبطلع منه النسخة ديت وبقلبه وببدأ اعزل انا اضافه بمطرح النسخة القديمة ديت وببدأ اعزله بالزيت او الصابون الخامات اللي انا استخدمتها للعزل اللي انا ذكرتها قبل كده ببدأ اعزل القالب بتاعي بالزيت او الصابون وببدأ اجيب عجيني الجبس بتاعي واصبه جوه القالب ده بيديني نسخة متكررة للنسخة اللي انا عملتها عبارة عن اجزاء اللي انا كان جزء عدل وثلاث اجزاء مسلوبة لما بصبها في القالب ده فدتني نسخة سليمة للبدن كامل بالسلبة بتاعته ببدأ اجمعهم مع بعض بيديني العمود كامل بالشكل الاستواني بتاعه هنيكل بعد كده بعد ذلك نكون بتسبيت العمود على الاعداء بوسط الجبس المصيص والتسليح بالكتان زي ما قلنا قبل كده انا دلوقت شكلت البدن بتاعي وكنت مشاكل قبل كده الاعداء والكرسي ببدأ اثبت العمود بتاعي على الاعداء بتاعتي وببدأ ازبوتها بميزان المياه بيبقى لازم البدن بتاعي يبقى رأسي بزبطه طبعا من جزء العدل لانه حاطيت الميزان المياه على الجزء المسلوب مش هيديني العمود العدل لا هيديني مايل لكن بحط على الجزء العدل اللي هو التلت اللي تحت وبزبط بمزان المية عشان يديني الشكل الرأسي للعمود التسكاني بتاعي. بعد كده بعد ما خلصت البدن وسبته على الاعداء ببدأ اعمل التاج بتاعي الخاص بالعمود التسكاني. واحنا قلنا كل مخرج تعلم ده كان تنفيذ اللي هو المخرج الرابع اللي هو تنفيذ تاج العمود التسكاني كل مخرج تعلم وليه معايير اداء خاصة بيها. هنتعالوا نشوف المعايير الخاصة بتنفيذ تاج العمود التسكاني. زي ما اتفقنا ان احنا اول معايير اداء بيبقى هو اتباع قواعد الامن والسلامة والصحة المانية. المعايير الاداء دي هي اللي بقيم بها الطالب. يعني انا الطالب هو بينفذ التمرين دوت بشوفه هو نفذ المعايير دي ولا لا يعني عشان اعرف اقيمه مصبوط. يعني انا عندي معايير اللي هو يعني هو بينفذ التمرين عشان اقيم الطالب في نهاية المخرج التعلم بشوفه هل هو الطالب بتاعي اتبع قواعد السلامة والصحة المانية مصبوطة ولا لا. هل هو كان فيه اداء او مهمة من مهمات السلامة والصحة المانية كان مفروض يستخدمها وما استخدماش ولا لا. يبقى انا دي اللي انا المعايير اداء دي اللي انا بقيم بيها الطالب بتاعي. فالطالب لازم يبقى عارف المعايير ديت عشان هو هيتقيم فيها. فلازم هو يبقى عارف ايه المعايير اللي هتقيم فيها. يبقى عارف ان هو لازم يتبع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية تاني معيير اداء تجهيز العدد والادوات والخمات برضو الطالب لازم يبقى ملم ان هو يعرف يحدد العدد والادوات والخمات اللي هستخدمها في التمرين ده فبالتالي يعرف يجهزها لان وانا بقيمه برضو زي ما قلنا قبل كده ان انا بشوفه هل فعلا كان فيه عدة او اداء كان مطلوب منه ان هو يحضرها وما حضرهاش او خامة المفروض كانت تبقى موجودة معانا وهو ما جهزهاش فبالتالي ده بيخليه لم يكتاز لكن هو لو قام بتجهيز العدد او قام بتجهيز يعني عمل مهمات السلامة والصحة المهنية مصبوطة وجهز العدد والخمات المطلوبة لتنفيذ التمرين بالزبط يبقى الطالب ده اكتاز وجدير في معيارين الاداء دول هنيجل بعد كده للتالت معيار الاداء اللي هو تجهيز الفرم الخاصة لتشكيل التراز توسكاني طبعا الطالب بتاع لازم يكون ملم بالفرم وازاي بيعرف يعمل الفرم بتاعته زي ما شرحناه قبل كده في الحلقات السابقة ومكونات الفرم ايه فطبعا انا عندي مكونات الفرم بيبقى داخل فيها الصاج والخشب والمصامير فلازم الطالب بيبقى ملم بالخمات بتاعتها وازاي بيعملها ويبدأ يجهز الفرم الخاصة بالجزء اللي هو هيعمله مثلا انا شغالين دلوقتي في التاج يبقى يجيب لي الفرم الخاصة بتنفيذ التاج ما يجيبش الفرم الخاصة بتنفيذ الاعدل لانه ما فيهم شابه من بعض سواء الجزء العدل والجزء الدائري ورائبين من بعض بس بيختلفوا في التشكيل يعني شكل الفرم من بعيد كده لما تيجي تشوفها الاتنين شابه بعض سواء الجزء العدل او جزء الدائري بس بيختلفوا في الحليات الداخلية بتاعتها او الاجزاء الداخلية بتاعت التنفيذ يبقى الطالب لازم يكون ملم بمعايير الاداء بتاعت التنفيذ المهمة ده بعد كده المعيار الاداء اللي بعد كده اللي هو تشكيل وتجميع التاج يعني انا بعد ما جبت الفرن بتاعتي هبدأ اشكل بقى الجزء العدل ليه فرما خاصة بيه ما استخدمش بتاع الفرما بتاعت الجزء الدائري هجيب الفرما جزء العدل وانا بشكل جزء العدل وببدأ انافزه على التازجة بطريقة الفرما المستقيمة وببدأ اشكل فيه وبعد ما بينشف ببدأ افكه طبعا انا كنت عايز للتازجة بتاعتي ببدأ افك النسخة بتاعتي او الحالية اللي انا عملتها وببدأ اضطعها بناء على المقاسات بتاعتي واجمعها على شكل مربع وتديني جزء المربع من التاج بتاعي بعد كده بجيب الفرما الخاصة بتاعة الجزء الدائري وببدأ اشكلها على التسجة وزي ما قلنا قبل كده ان انا بثبت محور او بقى اسمه خبور بثبته في السنتر التسجة وببدأ الفرما بتاعتي بحط طبعا الاول رمل مندي بعزل الاول بالزيت والصابون بعد كده بحط الرمل المنادي بتاعي عشان اقلل من السمك وفي نفس الوقت بيساعدني ان هو النسخة بتاعتي بقى مفرها من الداخل فبالتالي بتساعدني في عملية التجمية وببدأ اشكل الشغل بتاعي بواسطة الجبس المصيص بتاعي وابدأ احطه بحط اول حاجة اول عجنة بتبقى قوامها جديد عشان تتشكل الحليات بعد كده بقلل القوام بتاعي بتبقى شبه سائلة عشان تشكل الحليات الدقيقة هو تطلعلي الشكل بعد كده املس وناعم بعد كده بجمع الجزء المربع مع الجزء الدائري عشان يديني شكل التاج بتاعي بتاع التراز التسكاني هنيجي البعد كده احنا زي ما قلنا تاج التراز التسكاني يتكون من تاج العمود التسكاني من جزء اين قلنا جزء دائري وجزء مربع زي ما احنا شايفين كده الجزء الدائري هوت اللي هو الجزء اللي تحت دوت وهو متصل بالبدن بتاعي ببدن العمود يعني الجزء اللي تحت ده جزء من البدن اللي هو المسلوب والكتر من عند التاج هنا عبارة عن عشرين جزء والكتر من العمود من عند الاعداء عبارة عن اربعة وعشرين جزء اللي هما اتنين معدل يبقى انا عندي التاج بيكل عن الاعداء في الكتر بتاعه عبارة بيكل عن اربع اجزاء ولو الجزء عندي نص صنطيب انا عندي هيقل اتنين صنطيب من عند التاج بتاعي. لو عندي الجزء بتاعي بصنطي وده بيتحدد بناء عن الكتر زي ما شرحنا ازاي بحدد المسطرة بتاعتي وبحول الاجزاء بتاعتي في المسطرة لسنتيمتر في الحلقات السابقة. هنيجي بعد كده دلوقتي انا عندي الجزء الدائري اللي هو ملتصك بالبدن وفوقيه جزء المربع اللي هو فوق الجزء الدائري دوت. ده بيتشكل بفرما خاصة. ده ليه فرما خاصة. وده ليه فرما خاصة بيه. بيتم التشكيل بيه على التسجه وبعدين بعد كده بجمعه في مكانه الجزء الدائري بيتجمع على البدن عشان يكمل الشكل الاستواني بحلياته. بعد كده بجمع عليه التاج بتاعه اللي هو المربع عشان يديني الشكل النهاي بالشكل زي ما نشايفين في الصورة دي. هنيجي هنا المقاسات الهندسية بتاعتي او الرسومات التنفيذية اللي انا بشتغل بيها عندي معدل وتمانية جزء. احنا قلنا قبل كده ان المعدل عبارة عن اتناشر جزء. زي ما احنا قلنا ان الكتر عندي من عند التاج عبارة عن عشرين جزء. فاحنا عندنا هنا دي معدل زائد تمانية جزء. المعدل قلنا اتناشر زائد تمانية بعشرين جزء. يبقى المسافة دي عبارة عن عشرين جزء. بعد كده انا عندي الاول سنة دي دي عبارة عن خوصة. خوصة ارتفاحها نص سنتي ونص جزء وبروزها نص جزء. بعد كده عندي حالية اسمها خيزران. اللي هي الحالية اللي هي نصف الدائرية ديت. دي اسمها العلمي خيزران. ودي عبارة عن نص جزء عن الخوصة اللي تحتها وارتفاحها واحد جزء. بعد كده عندي الحالية دي اسمها البدن بتاع التاج او الرفرف بتاع التاج وعبارة عن ارتفاحها اربعة جزء. وهي بتدخل بقى يعني هي بتبقى ماشية مع البدن بتاع العمود نفسه. يعني هي بتكمل البدن بتاع العمود. يعني هي كترها عشرين جزء. دي ما انتم شايفين كده هي ماشية مع البدن بتاعي. يبقى انا المسافة بتاعتها دي عشرين جزء. بتقل عن الخيزران بواحد جزء. يعني المسافة دي من برا الخيزران لغاية الجزء ده. اللي هو واحد جزء. اللي هو ايه? اللي هو النص اللي زدناها في السنة والنص التاني بتاع الخيزران. انا قلته بعد كده من فوق اللي هو الواحد الجزء ده. بعد كده عندي سنة تاني. السنة دي بترجع تابروز اللي هو الواحد جزء بتاعي اللي انا دخلته. يعني انا بتساوي الخيزران. يعني هي ماشية مع الخيزران ايه. هي بتزيد واحد جزء. وارتفاحها واحد جزء زي ما احنا شايفين على الرسم. بعد كده عندي آآ حالية عبارة عن ربع دايرة ربع دايرة بيكون ارتفاعها تلاتة جزء جزء وبالتالي الجزء اللي هو الرفرفة بتاعتها عبارة عن تلاتة جزء برضو لان هي ربع دايرة فارتفاعها بيساوي البروز بتاعها يعني النصف الكتر بتاعها هي عبارة عن ربع دايرة النصف الكتر من ناحيتين بيساوي بعض يبقى انا عندي ارتفاعها تلاتة جزء والبروز بتاعها عن السنة تلاتة جزء. بعد كده عندي سنة برضو خوصة تاني. بعد كده دي بتبرز نص جزء. وارتفاحها تلاتة جزء. بعد كده عندي خوصة صغيرة. بتبرز نص جزء عن الخوصة الكبيرة ديت. وبتكون ارتفاحها واحد جزء. وده كانت مكونات التاج بتاعي. والارتفاع كل بتاع التاج بكله عبارة عن اتناشر جزء اللي احنا قلنا معدل اللي احنا درسناه قبل كده في المصطرة بتاعتي بتبقى على المصطرة عبارة عن اتنين معدل. بتكون كل معدل من اتناشر جزء بالمصطرة بتاعتي اربعة وعشرين جزء. هنيكل بعد كده ازاي بنفس بقى العمود التراستوسكاني. اولا الجزء المربع وهو عبارة عن تاج مربع ويتم بتشكيله باستخدام فرما خشبية بطريق الصح في الحليات العدلة للحصول على كورنيشة وبعد ذلك نكون بالتقطيع والتجميع للحصول على الجزء المربع من التاج. يعني احنا في البداية بشكل الجزء المربع. زي ما قلنا قبل كده ان انا بعمل آآ بسبت ادة على التزجا. والادة دي بتبقى بمثابة خط سير الفرما. بعد كده بدهن زيت عشان اعزل مكان بحدد مكان الجزء العيد اللي انا همشيه على التزجا. وبدهن زيت مكان ما آآ الجبس هحط الجبس عشان بعد كده اعرف افك الجبس بتاعي. وببدأ امرر الفرما بتاعتي بمشيها على الادة اللي انا سبتها على التزجا في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الصاجة. احط العجين بتاعي بتاعي الجبس. وابدأ امشي الفرما بتاعتي في اتجاه واحد. واقرر عملية وضع العجين لغاية ما يتم التشكيل. بكررها كزا مرة. اول مرة زي ما قلنا بيبقى قوام العجين بتاعي شديد او تقيل. عشان يشكل لي معظم الحليات. بعد كده بقلل القوام بتاعي لغاية ما يبقى في النهاية بيبقى شيء بالسائل. عشان يشكل لي الحليات الدقيقة او ما يبقاش فيه نتقات او فيه فقعات هوا داخل الحلية بتاعتي. ويطلع لي شكل الحلية املس وناعم. وبعد كده بعد ما بشكل الحلية بتاعتي بسيبها لما تنشف خالص. وببدأ اه اضطعها على التسجع بتاعتي بالمأساب بتاعتي. وببدأ اجمعها بالزاوية بتاعتي على زاوية خمسة واربعين. بعمل زاوية قائمة. يعني كل انا بقطع الحلية على زاوية خمسة واربعين. عشان لما اجمع واحدة مع التانية بيديني زاوية تسعين. دي زاوية خمسة واربعين. ودي زاوية خمسة واربعين في مجموعهم تسعين درجة. بيديني الشكل بتاع المربع بتاعي في النهاية. بقى انا عملت الجزء المربع من التاج بتاعي. بعد كده احنا ده الشكل طريقة التنفيذ هي زي ما انتم شايفين كده. انا الادة بتاعتي مسبتة اللي هي مكتوب عليها رقم خمسة. دي الادة بتاعتي. ودي بتبقى خط مسابة خط سير للفرمة بتاعتي. بسبتها على التازجة بتاعتي سواء لو هي التازجة بتاعتي خشب بسبتها بالمصامير. لو التازجة بتاعتي عبارة عن رخامة او مادة من الاسمانت والجبس بسبتها بواسطة اربطة من الجبس من الخارج. وبعد كده ببدأ ادهن زيت على اه بين تحت الجبس اللي هو الحلية بتاعتي اللي هي رقم ستة. دي الحلية ده شكل الحلية بتاعي بتاعي. ببدأ اسبت ادهن زيت مكان الحلية ديت. يعني بشوف مكانها هيبقى فين بالزبط على التازجة وببدأ ادهن زيت عشان اعمل عملية عزل عشان اعرف افوك الفرمة بتاعتي. بعد كده ببدأ احط رمل رمل مبلل بالماء او بيسمى رمل المنادي عشان يقللي من سمك الجبس. في نفس الوقت هو بيقللي في الخامة وفي نفس الوقت زي ما قلنا باستخدمه في عملية التجميع بتاعتي. بعد كده ببدأ امرر بحط عجيب عجين الجبس بتاعي وابدأ احطه فوق الرمل المنادي ده او الرمل المبلل وببدأ احط العجين بطول الفرمة اللي انا هشكلها لو انا محتاج متر ببدأ احط العجين في نسافة متر وبمشي عليها الفرمة بمرر الفرمة دي في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الصاجة عدة مرات لحتى يتم التشكيل وبعد التشكيل والجفاف ببدأ اخد الفرمة بتاعتي دي افكها من مكانها وببدأ انضف الفرمة بتاعتي والاا والادة وانضف العدد بتاعتي بعد ما خلصت الشغل بتاعي ببدأ انضفهم وببدأ اخد الحلية بتاعتي واطحها بتبقى المقاسات وجمعها مع بعض عشان تديني الشكل المربع بتاع التاج اللي هو انا كده شكلت الجزء المربع من التاج هنا الصورة دي بتوضح ازاي بنفس في الورشة بقى زي ما انتم شايفين كده انا دلوقتي الادة هي متسبتها على التسجة اللي هي الادة الخشبية وبعد كده دي الفرمة ايه وفي نفس الوقت انا دلوقتي شكلت معظم الحالية عملت العجين الاولاني والتاني والتالت فهنا دي يعتبر اخر مرحلة بحط العجين شبه سايل زي ما انتم شايفين كده اهو بينزل قريب من المية بس قواموا اتقل من المية شوية عشان يشكل لي جميع الحليات بقى الدقيقة يطلع لي كل السنن اللي احنا استعرضناه على الرسم ومماشي الفرمة في اتجاه واحد انا ببدأ من هنا من المكان دوت ومشيها لغاية نهاية الفرمة في الاتجاه ده اللي هو اتجاه السوجة انا عندي السوجة ايه متسبتها ايه على الفرمة بتاعتك اقعد اكرر العملية دي عدة مرات لغاية ما ينتهي التشكيل بتاع الجزء العيد البتاعي وببدأ اطعه بعد كده على زيو خمسة واربعين واجمعه عشان يديني الشكل المربع على التازجاه بعد كده بعد كده ازاي بنفذ التاج العمود التسكاني او طراز التسكاني اللي هو الجزء الدائري من التاج زي ما قلنا العبارة عن الجزء الدائري ده عبارة عن مجموعة من الحليات والحليات دي بارسمها باخد الكطاع بتاعها وبرسمها على ارنيك من الصاج وبعد كده باخد الكطعة الصاج دي بفراغها بالمقص السامكري وبعد ما بفراغها ببدأ اه اطبعها على الكطعة من الخشب بيكون وبعد ما اطبعها على كطعة من الخشب بفرغ الخشب يعني بكبر الكطاع بتاعي بمسافة نص سنتي من كل تجاهات يعني الكطاع الخشب بتاعي بيبقى اكبر من قطاع الساج بواحد سنتي لان بزود نص سنتي من اليمين ونص سنتي من الشمال عشان اه وانا شغال الساج هو اللي يمس الجبس بتاعي مش الخشب لان الخشب لو هو اللي مس الجبس هيطلع لي سطح خشن مش املس لكن الساج هو اللي بيطلع لي سطح املس وناعم بعد كده بثبت القرنيك الساج ده على حصان الفرمة بواسطة المصامير وراعي ان هو يكون في النص على اساس المسافات اللي هي نص سنتي زيادة من القطاع من كل ناحية تبقى مزبوطة يبقى انا المسافات بتاعتي مزبوطة بعد كده بجيب الزحافة بتاعتي او الفرشة اللي هي القطعة من الخشب برضو بتكون طولها مرة ونص الحصان الفرمة اللي انا سبتت عليه الساجة وبثبتها عمودي عليها وبجمعهم مع بعض الاتنين بواسطة الشيكال وبعد كده الجزء دي كده فرمة عادلة يعني هتشكل لي جزء عادي ايه الفرق بينها وبين الدائري بقى ان انا بثبت فيها شكال اضافي الشكال اضافي ده هو بمثابة نصف الكتر يعني انا عندي الكتر بتاع التاج عشرين سنتي مسلا فانا ها الشكال ده هيبقى طوله عشرة سنتي عشان هو نصف الكتر لما هاجي هلف حوالين الشكال ده المحور الشكال ده هيديني التاج بتاعي اللي هو كتره كتره عشرين سنتي بالزبط يبقى انا الفرمة سريع الجزء الدائري وهتم تشكيله باستخدام فرمة خشبية بطريقة تشكيل على شكل دائري وذلك بتثبيت خبور والدوران حوله بالفرمة بواسطة الشيكال ويكون بمثابة نصف الكتر زي ما احنا شايفين ده رسم الفرمة بتاعتنا ده شكل الخبور اهو زي ما انتم شايفين هو بيبقى عبارة عن قطعة من الخشب ومثبت فيها مصمار والمصمار ده بيبقى هو المركز بتاع التشكيل بتاعي او مركز الحالية بتاعتي وزي ما قلنا دي الصاجة بتاعتنا هي اللي هي هتشكل الشغل بتاعي ومثبتها على حصان الفرمة اللي هو الخشب وبعد كده ده الكطاع بتاع الزحافة او الفرشة اللي هي عمودية على الحصان الفرمة دلوقتي انا دلوقتي عندي الشكال ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو مسافة من اول المصمار ده لغاية اول تشكيل الصاجة هي دي نصف الكتر بتاع التاج بتاعي زي ما قلنا ان هي لو التاج بتاع عشرين سنتي يبقى المسافة دي عشرة سنتي يبقى انا المسافة من اول المصمار ده لغاية الاول تشكيل الصاجة دي عشرة سنتي لما هلفها هتديني دايرة بكتر عشرين سنتي اللي هو كتر التاج بتاعي من عند البدن. الجزء ده اللي هو هيتسبت في البدن من فوق. اللي هو اللي فوق ده. لكن الجزء اللي تحت ده اللي هو هيتسبت في الجزء العدل من التاج. يبقى انا التاج ده هيتشكل مقلوب. هيتشكل ده الخط بتاع التازجا. يبقى انا التاج بتاع هيتشكل على التازجا مقلوب. لما اجي هجمعه هقلبه. يبقى انا الجزء ده اللي هيتركب على العمود. والجزء اللي فوق ده اللي هيتسبت عليه الجزء العدل اللي هو بيتسبت على الفرمة الدائرية. هنيجي بعد كده دي خطوات التنفيذ في الورشة زي ما احنا قلنا احنا بنسبت اللي هو ده المحور بتاعي او الخبور. بيبقى عبارة عن قطعة من الخشب وبنتسبت فيها مصمار. وببدأ اسبتها على التسجب وسط رباط من الجبس. بعمل رباط من الجبس وبسبتوا عليها. على اساس ان هي ما تتحركش. وبعد ما بينشف ببدأ اجيب رمل مبلول او رمل منادي. وببدأ احطه زي ما انا شايفين كده. حوالين الخبور بتاعي او الفارمة. وببدأ بعد كده اعزل بالزيت حوالين الرمل دوت باعزل بالزيت اللي هو المكان اللي اصب فيه جبس عشان الجبس ما يلزق في التسجى بتاعتي فببدأ احط الجبس بتاعي بالتدريج حوالين بعد ما عزلت وببدأ احط الجبس بتاعي وامشي الفرما في اتجاه واحد زي ما قلنا زي كده احنا دلوقتي بعد ما عزلنا بدأنا نحط الجبس اهو زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الجبس العجين الجبس بتاعي وببدأ اشكل بماشي الفرما في اتجاه واحد اللي هو اتجاه دوت اللي هو اتجاه الصاجة ببدأ امشيها عدة مرات واحط الجبس كل مرة احط جبس وامشي عدة مرات لغاية ما يتم تشكيل الجزء العدل من التاج بتاعي زي ما احنا شايفين كده الجزء العدل من التاج بدأ يتضح ويزهر احنا قررنا عملية المونة بتاعتي بعجن العجين بتاعي وصبه ومر الفرما بتاعت دي اه دلوقتي بينا من ناحية الخشب شايفين شايفين الخشب اقل من الصاج يعني من ناحية التانية كان الصاج بيمس الجبس الناحية دي بقى الخشب اقل هو ده النص سنتي الفرق بين الصاج والخشب اللي هو الفراغ ده الفراغ اللي احنا شايفينه وبين النموذج وبين الفرما بتاعتي وده الشكال بتاع نصف الكتر الشكال الخشب ده شايفين الشكال الخشب ده هو عبارة عن نصف الكتر او من اول المصمار لغاية بداية التشكيل اللي ايه هنا دي دي نصف الكتر بتاع اللي احنا قلنا عليها قبل كده ايه? عشرة سانتي. لو هي عشرة سانتي يبقى انا التاج بتاعي كتره عشرين سانتي اللي هو بعادل كتر البدن من فوق هيبقى عشرين سانتي عشان لما جمع التاج مع البدن يديني الكتر اللي انا مطلوب بتاعي ويبقى متناسب مع ما يبقاش حجم التاج اكبر او اصغر من البدن بتاعي ويبقى متناسب في الشكل. زي ما احنا شايفين كده الفرما بتاعت دي طبعا ما بسبت لاش ادى لانها دي شكل دائري. هي بتختلف عن الفرما العدلة ان ان الفرما العدلة بقاش فيها الشكل ده بيبقى فيها الشكل اللي هو بيحفظ المسافة بين الزحافة وحسان الفرما ده عشان يحفظ دي تفضل زاوية قايمة وبالتالي بيحافظ لي على رأسية الجزء اللي هو متثبت عليه الصاجة عشان وانا بشكل لكن لو انا ما عنديش الزحافة دي الجزء ده هيبقى حر هيقعد يميل مني يميل وشمال فبالتالي مش هيبرأسي مش هيطلع لي النموذج مزبوط فادي بتحافظ على رأسية الجزء ده اللي هي الزحافة هنيجي بعد كالشكل ده بيحفظ الزاوية قايمة بينهم ما تتغيرش لو انا ما حططوش الزاوية دي هتتغير فبالتالي برضو هتأثر على وظيفة الفرما قلنا الشكل ده الزيادة اللي هو بيفرق بين الفرما المستقيمة والفرما الدائرية او تشكيل الحلية الدائرية هو الشكل ده اللي هو بيبقى بمثابة نصف الكتر يبقى انا دلوقتي شكلت التاج بتاعي وبوسطة الفرما الدائرية هنيجي بعد كده ده شكل التاج بعد ما تجمع مع البدن بتاعي زي ما احنا شايفين كده انا دلوقتي عندي البدن وجمعته مع التاج والحليات بتاعت التاج زي ما نشايفين الجزء دوت اللي هو الخيزران السنة الاول بعد كده الخيزران بعد كده اللي هو الخوصة ديت اللي هي بتساوي كتر البدن زي ما احنا شوفناها قبل كده في الرسم هي نفس الكتر يعني زي ما انتم شايفين هي ماشية مع البدن اللي بارز اللي هو السنة والخيزران ده ده بارزين عن الجسم البدن اللي يشوف هيقول ان هي جزء من البدن لكن هي جزء من التاج انا البدن بتاعي بيقف عند اول السنة دي التاج بتاعي بيبدأ من اول السنة دي بعد كده الخيزران ده بعد كده الجزء اللي هو العدل ده بعد كده عندي سنة تانية اللي هي تحت ديت بعد كده ادير ربع الدائرة يبقى انا كده خلص الجزء الدائري من التاج. بعد كده ببدأ ده الجزء المربع من التاج اللي انا شكلته بفرمة تانية تختلف عن الفرمة الدائرية اللي هي بمشيها على التازجى بطريقة تشكيل الحليات المستقيمة. وبحصل على حلية مستقيمة. في البداية هي بتبقى حلية مستقيمة زي ما شفنا الصورة قبل كده سابقا. ان هي بتبقى حلية مستقيمة على التازجى. ببدأ اخدها وبقطعها على زاوية خمسة واربعين زي ما شايفين كده وبجمع كل دلعين مع بعض يبيدوني زاوية قيمة ويديني شكل مربع ببدأ اجمعه على التاج بتاعي وبيديني التاج بتاعي جزء المربع والجزء الدائري مع بعض متكاملين يبقى انا عملت كده البدن والتاج بتاعي. هنيجل بعد كده ده شكل العمود كامل بقى. احنا انا عندي العمود كامل اهو. عندي القعدة بتاعتي زي ما احنا شكلناها برضو كان فيها جزء عدل وشكلناها بطريقة العدلة زي يعني طريقة التاج هي طريقة الاعدة. بس بتختلف في التشكلات بتاعتها. يعني انا عندي الجزء العدل ده عبارة عن خوصة واحدة. خوصة ارتفاعها اه خوصة ارتفاعها تلاتة جزء. وبعد كده عندي خيزران وبعدين سنة. التاج بيختلف في تشكلاته اللي احنا قلناها قبل كده. فانا بعد كده حصلت على العمود بتاعي. ده العمود اولا القعدة هي. وسبتت عليها البدن بتاعي. وبعد كده سبت عليها التاج بتاعي زي ما انتم شايفين. وانا كده حصلت على العمود كامل. قبل كده كنا نفزنا الكرسي بناخد العمود ده ونسبته في مكانه على الكرسي. وبكده نبقى حصلنا على التراز التسكاني. وبكده احنا نفزنا التراز التسكاني بالكامل في حلقات سابقة نفزنا الكرسي وبعد كده نفزنا الاعداء وعرفنا الفرم اللي بتستخدم في تنفذهم النهاردة نفزنا البدن والتاج وعرفنا الفرم وازاي بيتم التشكيل للجزء المربع والجزء العدل وازاي يتم تشكيل البدن وبكده احنا خلصنا الوحدة الخاصة بالتراز التسكاني وحلقتنا خلصت ونلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته